اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الأمر الملكي السامي بمنح وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي للكوادر الوطنية من العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا وكافة الجهات المساندة لهم يعكس تقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعا لكل جهد يبدله أبناء البحرين في مسيرة العمل الوطني وفي التعامل مع مختلف التحديات بشكل يجعل منها فرصا للإنجاز وأشار سموه إلى أن المنجزات الوطنية والتنموية التي تحقق لمملكة البحرين يكون للصحافة والإعلام دور رئيسي فيها لفتن سموه إلى أن النجاح الذي تحقق لمسارات التصدي لفيروس كورونا كان لجهود أبناء الوطن العاملين في مجال الصحافة والإعلام مساهمة رئيسية في تحقيقه من خلال حرصهم على تشكيل الوعي المجتمعي الصحيح تجاه التعامل مع الجائحة التي استطعنا بحول الله وقوته متكاتفين وبروح فريق البحرين الواحد من الخروج من تداعيتها الصحية والاقتصادية بنجاح جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعدت السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء رؤساء تحرير الصحف المحلية حيث تفضل سموه بتسليمهم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي نظير جهودهم وعطائهم في رفض مساعي تصدي لفيروس كورونا حيث نقل سموه لهم تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على ما قدموه والعملون في الصحافة المحلية من دعم للجهود الوطنية في التصدي لفيروس كورونا منوها نؤسموه بالدور الكبير الذي تقوم به الصحافة والعملين بها تجاه مختلف القضايا والمواضيع التي تهم المواطن وتسهم في نماء وازدهار الوطن وقال سموه إن الوطن لن ينسى مواقف كافة أبنائه بمواقعهم المختلفة في التصدي لفيروس كورونا بما فيهم العاملين في مجال الصحافة والإعلام والذين نقدر لهم جميعا عطاءهم اللامحدود ولساعات طوال من أجل نقل المعلومات لكافة أفراد المجتمع بالشكل الصحيح بما يواكب مستجدات الجائحة ويحقق الأثر المنشود في اتباع التعليمات والاحترازات وفق كل مرحلة من مراحل التعامل مع الفيروس من جانبهم أعرب رؤساء تحرير الصحافة المحلية عن اعتزازهم بهذا الأمر الملكي السامي وشكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء على تفضله بتسليمهم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الوطني والذي يمثل مسؤولية أكبر لهم في مضاعفة الجهود للصحف المحلية في إنجاح كافة المشاريع التنموية التي تعمل عليها المملكة بما ينعكس على نماء وازدهار مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر